في رمية 12 الأصاحي الشهير اللي بتكلم عن المواهب يقول فإني أقول بالنعمة المعطاط لي لكل من هو بينكم ألا يرتقي فوق ما ينبغي أن يرتقي أجرها معيكم عشان أكون بالزبط رمية 12 عدد 3 فإني أقول بالنعمة المعطاط لي لكل من هو بينكم ألا يرتقي فوق ما ينبغي أن يرتقي بل يرتائي إلى التعقل يرتائي بمعنى يعني يقيم نفسه ومحدش يدي تقييم لنفسه أكتر من وضعه يبقى عارف إمكانياته كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان في الأصل مقدارا من الهبة من الموهبة فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمر واحد هكذا نحن الكسرين جسد واحد في المسيح وأعضاء بعضا لبعض كل واحد للآخر ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا بحسب لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا أو كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان أو من الهبة في قفص أربعة وعلى فكرة الثلاث أماكن اللي فيهم كلام عن المواهب رومية 12 قفص أربعة كورونسس يقولها 12 الثلاثة بيتكلموا عن إن المؤمنين إيه؟ جسد كنيسة إحنا عارفين بيت الله كنيسة بيت الله والكنيسة جسد المسيح فالثلاث أماكن اللي بيتكلموا عن المواهب بيكلمون عن إن كل المؤمنين جسد وكل مؤمن عضو في الجسد وكأنه عايز يقول المهم خالص إن الأعضاء تعمل مع بعضها البعض كل واحد اللي عمل المحدد وفي نفس الوقت تعمل مع بعض في انسجام وفي توافق لمصلحة كل ولمنفعة كل الجسد في آفاسوس أربعة يقول إنه صعد إلى العلاء ساب سبيا أعطى الناس عطايا الذي صعد هو الذي نزل أولا إلى أقسام الأرض السفلة لكي حد فاكر لكي يملأ الكل لكي يملأ الكل الكل كل المؤمنين يملأهم إيه؟ بعدها على طول العدد اللي بعض وهو أعطى البعض رسولا أنبياء رعاة مبشرين معلمين أخذي اللي بنا؟ يبقى فيه موهبة كل إنسان موجود على الأرض عنده إمكانيات وقدرات طبيعية الرب ادهاله وكل مؤمن عنده موهبة موهبة عنده هبة من الرب ودي مهمة مهمة في العمل أعرف الهبة التي أعطاها الرب لي دي نقطة لكن كمان مع الموهبة فيه تأهيل علمي تعليبي تعليم مهم أن أنا تعلم مهم أن أنا أعرف لما كنا في الكلية أنا صيدالة لما كنا في الكلية في جامعة أسيوت كنا بناخد محاضرات وكمان ناخد سكاشل عملية فيه سكاشل كانت ست ساعات كنا بناخد جزء نظرة في المدرج لمدة ربع ساعة تلت ساعة وبعد كده ندخل على العمل ست ساعات بس الجزء النظرة بيساعدنا أن العمل نقدر نعمله صح بإدقاء ودي مهم نعرضنا فيه جزء تعليمي مهم خالص أن احنا نتعلم 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 منين من كلمة الله من كلمة الله كلمة الله اللي بين أيدينا هي مصدر التعليم نتعلم كل الكتاب هو موحى بهم من الله هو نافع لإيه للتعليم